اهلا بكم يا اصدقائي في جزء جديد من حكاية تانجرو وللاسف دي الحلقة التامنة والاخيرة فتابع معي كل لحظة في الفيديو وحاول تستمتع على قد ما تقدر قبل ما ينتهي التعقيم البصري من انيمي قاتل الشياطين وقبل ما نبدأ حابي اعرفكم على قناة انيمي جولد وبالمناسبة دي قناة الاسكريبتر بتاعنا اللي اسمه عبده طبعا والرجل ده شراني جدا وقال لي اقول لكم على القناة دي فانا خايف منه بصراحة فرجالة لازم تدعموا المحتوى بتاعه علشان الراجل ده بخاف منه بصراحة خلاص بقى هسيب لكم لينك القناة بتاعته في الدسكريبشن وفي اول تعليق مسبت وطبعا قناة عبده اوعى تنسيك حبيبك وتحط اللايك بتاعك وتشترك في القناة عايزين نوصل ستمائة الف مشترك في قرب وقت ممكن واهم حاجة طبعا معي تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام في المرة اللي فاتت شوفنا هاشر الصخر واعترافه بتنجرو بكوته بعد ما شاف عزمته التي لا تتزحزح وعينه كلها اسرار طبعا بطلنا بعدها هرب منه وراح لهاشراء الماء علشان يتضرب معاه بس الصدمة ان بطلنا تنجرو بيقابل هاشراء الرياح والمفاجأة الاكبر ان هاشر الرياح بيدخل في قتال ملحمي ضد هاشراء الماء وبيقتلوا بعض بكوة جنونية لدرجة ان يشوفهم الخشبية بتتكسر وبتتحول لحطام بس هاشر الرياح كان خلاص الوقت فات عنده وقرروا انهم لازم يحددوا الاكوى بينهم بكوتال لحد الموت في اللحظة دي بطلنا بيدخل وطبعا هاشر الرياح بتعصبه بيقول له غور من وش يا لا علشان بعد ثانية لو لمحتك همرجحك وبعد ثواني بينفجر هاشر الرياح من الغضب وبيدي لتنجرو لك ما بيطياره بيها في الجو وبيقع تنجرو بيغم عليه وبعدها بيرحل هاشر الرياح وهو متعصب ومشطيق نفسه في الوقت ده الشر المختبئ تحت سطار الليلة المزلم المتجسد في هيئة شيطان اسمه موزان بيزهر وبيقرب من دوق الشمعة التي بدأت في التلاشي بسبب المرضى في ترى اللي يحصل في اللقاء الاستوري بين زعيم الفايلك وزعيم الشياطين وهل في خطة زعيم الفايلك هيستخدمها للقضاء على الشرير موزان كل ده نعرفه دلوقتي بس ما تنساش اللايك ها المهم زعيم الفايلك بيقول لموزان وهو مش قادر يتكلم اخيرا هتوجهني لأ وكمان جيت قدام بيتي ده انا وعيلتي بقى لنا الف سنة بندور عليك ويسأل زجته اماني على شكل الشيطان الملعوم موزان فبتعرفوا انه شكله عادي جدا وانه مجرد شاب في العشرينات ولكن عينه حمرة زي البرقوق كده وشبه عيون القطط بعدها زعيم الفايلك بيقوله علشان تبقى فاهمة موزان انا كنت واثق انك هتيجي لحد عندي هنا وده بسبب الحقد والقراهية اللي متخزنة جواك لعيلتنا الوحيدة اللي كانت بتقتلك على مر العصور والازمنة فموزان بيقوله انه محبط شوية بعد ما شفتك لاني عشت الف سنة من غير ما تظهر علي علامات الكبر وقالتك الفشيخة والعريكة اللي طول عمرها كانت بتحاربني وضاعفة واغلبها مات وعلى وشك انها تختفي من وجودي ده غير ان في وجودي هنا حاسس بالقرف وريحة عاملة زي ريحة الميتين فزعيم الفايلك رغم الالم والمعاناة اللي هو فيها بيحاول يقوم من على السرير وبيقول له موزان انا عارف كل اللي انت بتقوله ده بس اللي انت متعرفوش يا موزان ان كل الدكاترة قالوا ان المفروض اكون ميت من نص سنة ولكن لحد اللحظة دي ما زلت حي وقابلتك وبيقوم الزعيم من على السرير وبيقول له موزان بكل عظمة انه افنح حياته كلها علشان يقتل حسالة زيه فموزان بيقول له كل اوهمك اللي انت عايش فيها ديها تنتهي دلوقتي يا عم لاني هقتلك بدون ادنى رحمة الزعيم بيردش على وبيقول له انهم من عيلة واحدة ولكن بما انك يا موزان اتولدتي من الف سنة فشكلك نسيت اصلك موزان بيقول له ما تخلص يعمل موميا وتجيب من الاخر كده كده انا ما عنديش اي مشاعر فزاين بيقول له انه وحش وبسبب انه خرج من نفس العيلة فالعيلة كلها تلعنت بساوه وكل الطفل بتولد من العيلة بيكون ضعيفة ويموت في وقتها والحسن الحظ قبل ما تنقرض العيلة بالكامل فيه كاهن من المعبد قال لهم ان في شيطان مؤذي خرج من عيلتهم ولازم يفنوا حياتهم ويهزموا علشان عيلتهم تقدر تستمر وبسبب ده العيلة كلها بتتجوز من ابناء الكاهنة علشان نسلهم يبقى اقوى ويقاوم اللعنات ولكن مع كل العنات ده اللي ان فيش راجل في العيلة بيعدي عمره التلاتين وهو على قيد الحياة فموزان الملعوم بيقول له يعني مش كفاية تموت لأ وكمان اتصدع دماغ ابونا برغي كلا ملوش اه لازمة ده واصلا يا عم الزعيم انا بقالي الف سنة متعرضتش لاي ضرر وما فيش شخص قدر يقتلني وكالعادة الشيطان موزان بيفضل يهلفت بالكلام وبيقول ان مفيش زي وبيتفاخر انه قتل الاف البشر وما فيش حد قدر يقف قدامه فالزعيم بيقوله لو ده اللي انت شايفه فخلك فاكر انه بيمهل ولا يهمل وبعدين ايه الحلم اللي بتسعي انك تحققه بكل الضمار اللي عملته على مار السنين وبيسكت موزان واش بيرد عليه في الوقت ده موزان بيكون عنده شعور غريب جدا وبيقول لنفسه ان الزعيم الفيلك بنفسه ويفق قدامي ويشر ومع كل ده اللي اني مش حاسس اني بكره بل بالعكس لما بيشوف اولاد الزعيم هما بيلعبوا بالكرة وبيغنوا مع بعض بيشعر موزان بالحنية والراحة في المكان ده وبالمناسبة ده شيء غريب وعجيب جدا ومرة واحدة بيفتكر في هدفه بالقضاء على الزعيم بس الزعيم بيقوله انه خمن حلمه اللي بيسعليه وهو الابدية وانه بيحلم انه يكون شخصة طاغية ولا يقهر فموزان بيقوله عندك حق والله ولا الحلم ده اتحقق قريب جدا اول ما امسك نزكه فازاين بيقوله ما تقلقش لان حلمك مش هتحقق مهما ظلمت وتقبرت على الناس فموزان بيقوله شكلك غاسك من المكان اللي مخبي فيه نزكه بس انا على عكسك عندي وقت كبير جدا ادور فيه عليها فازاين بيقوله ان في حاجة هو مش قادر يفهمها فموزان بيقوله ايه ده ان شاء الله اللي مش قادر افهمه وبيقوله ان الابدية اللي بيسعل الحصول عليها كشيطان افكار بشرية مش هتتضمر ولكنه في يوم الايام هيموت فبيبان الغضب على موزان وبيقول الزعيم اللي بيقوله ده مجرد كلام ملهوش اي لازمة فالزعيم بيقوله انه سائد الشياطين بقالهم الف سنة وماختفوش من العالم يعني واه فعلا في عدد كبير منهم ماتوا ولكنهم من قرضوش من العالم وبقوله خليني اعرفك ان الافكار البشرية ما بتموتش ابدا على سبيل المثال يا سيدي ان عدم مسامحة الشخص اللي قتل اللي انت بتحبه دي افكار ابدية ومش تتضمر والبشري اللي بيخسر احبائه ومستحيل يسمحك ولا مرة واحدة على اللي انت عملتو ده وبيعرفوا ان باللي عملوا ده من جرائم ومذابح في العالم وراها اشخاص عاوزين يحصلوا على انتقامهم وبيقوله من الاخر كده يا موزان انت اي قصت مجموعة من الوحوش بيكرهوك لأكبر الدرجة ومش هيسمحولك تهرب ابدا ولو قتلتني فصائد الشياطين مش هيشعروا بقلم او جرح بسبب موتي لاني مش مهم للدرجة دي وافكار ان البشرية انت مش تفهمها يا موزان ولا انت ولا الشياطين اللي زيك او كل اللي انا متأكد منه بما اني الزعيم ان الشياطين كلها تختفي اول ما تموت فموزان وشه بتغير من اللي مبلال التوتر ولما الزعيم بيقوله شكلك كده من جواك حاس ان كلامي مظبوط موزان بيقوله بغضب انه يخرص فالزعيم بيقوله ما تقلعش كده كده انا عربت اقول كل اللي انت عاوزه ولكن في حاجة اخيرة عاوز اقولها لك وهي ان بالرغم ان قلت ان الهاشرة وصائدي الشياطين مش يحتاجوني لاني مش مهم الا ان الحمد لله كلهم بيحبوني من ضمنهم الهاشرة بالتحديد وموت يا موزان هيفتح عليك بوابة الجحيم فموزان بيقوله خلصت راغي ولا لسه لا الزعيم بيقوله خلصت اخيرا وصراحة ما كنتش متوقع منك انك تسمعني للنهاية في اللحزة دي بنشوف جميع الهاشرة حصلوا على النداء طوارق عن طريق الطيور وفي طريقهم بكل سرعتهم لمكان الزعيم ومع توتر الجميع والاقهم من اللي ممكن يحصل بنشوف تانجره اللي بتحركه وكمانه مش قادر يمسك نفسه من كمية الافكار البائسة اللي بتتسلل عقله بنرجع للماضي وبنشوف هاشرة ريحه بيقول في الاجتماع ان يلازم اتمنى الهاشرة على الاقل يحمو الزعيم بعد الخطر اللي غم عليهم والمرض اللي بتاوغل في جسمه وبيسألوا هاشرة الصخر لو يقدر يساعدهم ويتكلم مع الزعيم بالنيابة عنهم فهاشرة الصخر بيقولهم ان ده مستحيل لانه من يوم معارف الزعيم هو عنده 19 سنة وهو بيطلب منه الطلب ده ولكنه كان بيرفو طول المدة دي كلها وكان بيصري انه ما يضيعش مجهود واحد من الهاشرة على مجرد شخص مصاب ومريض وفي الاخر مصيره الموت وهاشرة الحشرة بتقولهم انها سمعت ان عائلة الزعماء لم يحصلوا على حارس على مرة العصور رغم ضعفهم في الوقت ده هاشر الرياح بيكون بيجري بكل يأسه بيحاول يوصل قبل فوات الاوان ومرة واحدة بيحصل انفجار ضخم في بيت الزعيم وبيتفاجئ هاشر الرياح اللي كان بيجري بكل سرعته بيتصدم باقي الهاشرة من المصيبة اللي هم يوقعوا فيها اما تنجرو فبيقف بالحركة ودماغه عملة بتفكر بسرعة مهولة وده لانه بيشم ريحة لحم المتفحم في تلك اللحظة الحاسمة بنروح لبيت الزعيم ونشوف موزان هو جسمه وكله بيولع بنار ضخمة وعمل يسرخ باسم الزعيم وبيقول موزان اللي جسمه وكله محطم ان الزعيم اللي على وشه دي ابتسامة عادية ولكن المفجأة ان فجر نفسه وهو واستعيلته اولاده واكيد انا غلط في الخطة كنت مفكر الزعيم الفايلات بشري عادي ولكنه كان مجنون ومهوز بالانتقام ومع ان كنت متوقع انه بيخطط لحاجة غريبة ولكني ما توقعتش انها تكون مجنونة بالطريقة دي ده مجنون درجة انه خلل الانفجار يعمل صوتها عالي جدا وحط في اشواك علشان ياخد التجدد بتاعي وده دول ان خطة زعيم الفايلات لسه مخلصتش وبيشعر موزان باقترب مجموعة من البشر منهم وبيخمن انهم الهاشرة وبيخمن ان زعيم الفايلات مخبي مفاجآت لموزان بعد موقف قدام عتبة بيته بنفسه وبيستنتج ان غضب الزعيم وحقده كان شابه الصعبان اللافف حوالين جسمه ولحد اللحظة دي انا ما زلت مرعوب من قدرته على اخفاء نيته في قتلي طول المدة دي كلها واكيد ان زوجته واطفاله ما يعرفوش حاجة عن الخطة دي في النهاية بيكرر يركز على امتصص الاشواك دي قبل التجدد ولكن بتتوالى المفاجآت اللي بتزل الشيطان الملعوم موزان لان الطبيب بقى تهيمه وبتختار الجسمه بأيديها وموزان اللي مش عارف ايلي بيحصل بيقولها انت بتعملي ايه هنا اما تمايو اللي قربت منه باستخدام مهارة شيطانية بتقوله ان المهارة دي للشخص اللي هو حوله في الماضي وموزان بيكون بيفكر في اللي تمايو بتعمله لان ملوش لازمة وهيتجدد مرة تانية فتمايو بتصدمه بتقوله انت مطصت ايدي يا موزان وانت مش عارف ايه اللي جواها واللي كان جواها وعكاري ودواء بيخلي الشياطين يتحولوا لبشر موزان بيقول لها انت ما تقدريش تعملي كده ولكن الطبيبة بتقوله ان الوعد اختلف عن الماضي مع انها كان مستحيل تصنع الدواء او توصل للمرحلة دي لوحدها فموزان بيقول لها انها عنيدة جدا وانها تقدر تكرهه براحتها لكن الشخص اللي قتل زوجها واطفالك كان انتي وانتي برضو نفس الشخص اللي اكلتهم فتمايو اللي بتبكي والدمع بتنهمر من عينيها بتقوله انها لو عرفت كده ما كانتش تحولت لشيطانة وكل اللي كانت عاوزا انها تبقى سليمة من مرضها وكنت بحلم ان اشوف اطفالي وهو ما بيكبره فموزان الشرير بيحطي ايده على راسها وبيقول لها انتي قتلت عدد كبير من البشر وانا بنفسي كنت بلاحظ من متعتك وانتي بتكليهم فتمايو بتعرف انها قتلتهم ولكن بعد ما وقت في حفرة من اليأس وعلشان تكفر عن زنبها فهي هتموت معا وبعد ما موزان بيختارك راسها باسبوعه وفي نفس اللحظة بيظهر هاشر السخر والطبيبة تمايو بتطلب منه انه هجم عليهم بسرعة بعيدا عن المعركة المدمرة والكتلات دي بنعرف ان الزعيم توفى وهو عنده 23 سنة وانه كان بيروحوا زور كبور صائدي الشياطين وعيلته كل يوم والشيال الوحيد اللي منعه هو المرض اللي خلاه مش قادر يتحرك وان لما هاشر السخر قبله لأول مرة كان الزعيم لسه عنده 14 سنة وهاشر السخر ما كانش مسدق ان الزعيم عنده 14 سنة وبسبب تصرفاته والحكيمة ممكن كده تقول عليه انه كان عنده 40 سنة مثلا وقتال الزعيم قال له انا عارف انك حربت علشان تحمل اطفال في المعبد وانك مش قاتل ومنه هو الصغير وهو شخص رطيف وبيقول الناس الكلام اللي بيحبوه لحد ما مات بنشوف زكريات هاشر السخر قبل ما الزعيم يموت والزعيم بيتكلم معه بيقول له ان موزان هيجي في الخمس ايام الجاية وبيطلب منهم انهم يستغلوه خطعم ويقضوا عليه فهاشر السخر بيقول له ليه بتفكر بالطريقة دي فالزعيم بيعرفه انه مجرد شعوره مفيش سبب محدد وبنعرف ان مشاعر عائلة صائدي اشياطين بتتحقق في الغالب وان العيلة قدرت انها تعيش بالراحة وتصرف على الصيادين من خلال مشاعرهم وتوقعتهم وعلشان كده اكيد مشاعر الزعيم مش هتخيب وبيقول الزعيم لهاشر السخر ان بيقى لهاشرة مش هيقبله انه يكون الطعم وعلشان كده انت الشخص الوحيد اللي هطلب منك الطلب ده طبعا هاشر السخر دي يسكت شوية وفي النهاية بيوافق لانه مقدرش يخالف طلب الزعيم فبيشكر الزعيم هاشر السخر وبيدعي لهم انه ما يموتوش في المعركة اللي هتحصل بنرجع لارض المعركة وبنشوف موزان ودماغه موزقة ومتحول الاشلاء وبيتأكد هاشر السخر ان موزان لما مش بيموت بعد قطع دماغه بيبدأ في التجدد من جديد وبيفتكر ان الزعيم قاله ان في الغالب مش هيموت غير بالشمس وانهم لازم ياخروه لحد ما الشمس تطلع وبيلاحظ هاشر السخر ان موزان مختلف عن الشيطان وسرعية تجدده وقوته اعلى منهم بمروح الكبيرة جدا وبعد الانفجار اللي اتعرض له ومساعدته الطبيبة اللي انه لسه قوي وكان مفيش حاجة حصلت له وده معناه انه لازم كهاشره انه وقف الوحش المجنون ده لحد ما الشمس تطلع وبيتحرك هاشر السخر علشان يهجم عليه مرة تانية ولكن موزان بيقول له لحد هنا وكفاية وبيستخدم مهارة الدم الاسود وبيحيط الهاشرة بسلسلة من الاشواك فهاشر السخر بيستخدم مهارة تنافس الحجر الهيئة التالتة وبيحطم كل السلاسل بفخامة ومع اشتعال النار في المكان واشتعال المعركة بيوصل هاشر الريح اللي بيشتم موزان وبيقول له عملت ايه في الزعيم وبيلاحظ هاشر السخر ان باقي الهاشرة في الطريق وبيكون مزهور من الخطة اللي الزعيم عملها فبيستغل هاشر السخر الخطة وبيعرفه من الشخص اللي بيهجوم عليه ده هو الشيطان الملعون موزان وانه مش هيموت مهما قطعوا راسه في الوقت ده بيتريش الجميع لانهم اخيرا نلقوا الشخص اللي طول عمرهم كانوا بيسمعوا عنه وبيحلاموا انهم ينطقموا منه ويقتلوا في تلك اللحظة بيصرخ موزان من الغضب وباقي الهاشرة في مشهد يحبس الانفاس بيستخدموا مهارة التنفس في وقت واحد بدون تفكير ومع هجوم الهاشرة المتوالي اللي مفيش مفر منه بيبتسم الطاغية موزان وبيفتح القلعة الشيطانية وبيقع الجميع في قلبها وبيضحك المجنون موزان بيستاري وبيقول لهم انتو فكرتوا نفسكم ما بتقدرتوا فزموني ولا ولا ايه طب يلا بقى كل واحد يوريني كوته وشطرته في الجحيم بتاعي وبيقول لهم انه وطير رأسهم وجسمهم ويقضي عليهم كلهم النهاردة ولما بيحاول يهرب تانجرو بيصرخ وبيقول له انت هتروح للجحيم يا جبان ومش يتعرف تهرب لاني هزمك ووقدي عليك فموزان اللي على وشك الهروب بيقول لها تانجرو تعالا لا تقتلني ازاي يا صيد الشياطين يا جبان بعدها تانجرو بيبدأ في التفكير بسرعة للحظة وبيحاول يفهم اي حاجة عن المكان اللي وقعه فيه وكله شبه بعض وعمل زي المتاهة وبيستنتج ان المكان تصنع باستخدام تقنية الدم الشيطانية وبيقول انا مش عارف ايلا بيحصل ولكن في الوقت الحالي الطبيبة تهماية وبتضحي بنفسها علشان تسبت الطاغية موزان ولازم ما اضيعش تضحيطها دي واوصله في اسرع وقت ممكن واقضي عليه نهائيا واخلص العالم من شره بس فعاليا تانجرو وقفه مصيبة لان بقاله حوالي ربع الساعة بيوقف قل بالقلعة ولو خبط في الارض بتاعته ويفكت حياته بدون اي رحمة بكده صديقي الاوتاكو بتنتهي الحلقة التمنة والاخيرة من حكاية ديمون اسليم فيا ترى موزان هيعمل ايه وهل هيقد على كل الهشرة بعد ما وقف الفخ بتاعه ولا تكون احداث متوقعة زي ما متعودين من قاتل الشياطين كل ده اكتر هنعرفوش سيزون الجاي بمشيئة الله ما تنساش بقى اللايك بتاعك والاشتراك بتاعك في القناة علشان يوصلك من هنا يا كل جديد ويلا اضمتم في رعاية الله السلام